ترجمة نانسي قنقر حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي مع إطلالة هذا اليوم الأغر يطيب لي أن أرفع إلى مقام جلالتك بالسامي بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع رجالكم من منتسبي الحرس الوطني أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات مقرون بعظيم الإمتنان والولاء لجلالتكم حفظكم الله ورعاكم بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتأسيس الحرس الوطني والذي شرف بالدعم المتواصل من لدن جلالتكم فأصبح عمقا عسكريا لقوة دفاع البحرين ودرعا أمنيا لقوات الأمن العام في الدفاع عن الوطن وحمايته والمحافظة على أمنه وسلامة أراضي فقد بات الحرس الوطني بفضل قيادة جلالتكم السديدة وتوجيهات جلالتكم النيرة على قدر كبير من الجاهزية والكفاءة متسلحا بسلاحي الخبرة والعزيمة الذين يؤهلانه لتأدية واجباته الوطنية المقدسة على أكمل وجه وإننا إذ نبارك لجلالتكم بهذه المناسبة العزيزة لنجدد العهد والولاء لله تعالى ثم لمقام جلالتكم السامي بأن نظل كما عهدتمونا دائما جنود المخلصين للوطن منفذين لتوجيهات جلالتكم في سبيل الحفاظ على أمن الوطن واستقرار وسلامة مواطنيه داعينا المولى العلي القدير أن يحفظ جلالتكم وبرعايته وأن يديمكم ذخرا وعزا لوطننا الغالي وتفضلوا جلالتكم بقبول خالص التحية مقرونة بصادق الولاء والتقدير الفريق الركن رئيس الحرس الوطني محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة وقد بعث حضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المفدى القائد الأعلى برقية شكر جوابية إلى سمو رئيس الحرس الوطني هذا نصها سمو الأخ العزيز الفريق الركن الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة حفظه الله رئيس الحرس الوطني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع عميق تقديرنا بالتهنئة التي بعثتم إلينا بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتأسيس الحرس الوطني نؤكد إننا نثق كل الثقة بأن الحرس الوطني يشكل مع قوة دفاع البحرين والأمن العام الحصن الواقي لمملكتنا الغالية والدرع المكين لهذا الوطن الغالي إننا نفتخر بالمستوى الرفيع الغالي الذي بلغته وحدات الحرس الوطني برئاستكم وتوجهاتكم من تدريب وجاهزية عالية واستعداد تام لتلبية الواجب بكل اقتدار ونود أن نبعث بتحياتنا إلى جميع منسوبي الحرس الوطني من ضباط وقادة وأفراد ونسأل الله عز وجل التوفيق لكم جميعا لخدمة هذا الوطن والحفاظ على مكتسباته الغالية حفظكم الله جميعا ورعاكم ودمتم سالمين حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتأسيس الحرس الوطني هذا نصها العم العزيز صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني ويشرفني يا صاحب السمو أن أرفع إلى سموكم الكريم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع منتسبي الحرس الوطني أسمى آيات التهاني وأطيب التبركات بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتأسيس الحرس الوطني داعين المولى عز وجل أن يعيد على سموكم هذه المناسبة العزيزة وأنتم تنعمون بوافر الصحة والعافية والعمر المديد مثمنين دعم سموكم الكريم للحرس الوطني منذ تأسيسه مما ساهم في تطور الحرس الوطني وتقدمه ونمائه حتى أصبح بفضل الله تعالى على قدر كبير من الجاهزية والكفاءة في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة مواطنيه والذود عن مقدراته ومكتسباته الحضارية تحت ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهد البلاد المفدة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه حفظكم الله يا صاحب السمو ودمتم بعونه سالمين موفقين ابنكم الفريق الركن رئيس الحرس الوطني محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة هذا وقد بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء برقية شكر جوابية إلى سمو رئيس الحرس الوطني هذا نصها سمو الابن العزيز الفريق الركن الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة حفظه الله رئيس الحرس الوطني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد تلقينا ببلغ الشكر والتقدير برقية سموكم الكريمة المهنئة لنا بالذكرى الحادية والعشرين لتأسيس الحرس الوطني ويسرنا في هذه المناسبة الوطنية العزيزة أن نؤكد عزمنا على مواصلة دعم كلما من شأنه لتعزيز منظومة الأمن والأمان في بلدنا العزيز مشيدين بما يبدله سموكم وجميع منتسبي الحرس الوطني من جهود كبيرة مخلصة للإسهام في الذودي والمحافظة على مقدرات ومكتسبات وطننا الغالي كما يطيب لنا أن نعرب عن أخلص ثمانينا لسموكم ولجميع منتسبي الحرس الوطني بالتوفيق والسداد في مواصلة البذل والعطاء تحقيقا لما فيه الخير والعزة لوطننا العزيز في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه عهل البلاد المفدأ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليل عهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنية من الفريق الركن السمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتأسيس الحرس الوطني هذا نصها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة وليل عهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي يا صاحب السمو أن أرفع إلى سموكم الكريم بأسمى بإسمي وبإسمي جميع منتسبي الحرس الوطني أسمى آيات التهاني والأطيب التبركات بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتأسيس الحرس الوطني سائلين الله عز وجل أن يعيد على سموكم هذه المناسبة العزيزة وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية وإنني إذ أبارك لسموكم بهذه المناسبة لأعرب لسموكم عن عميق الاعتزاز والشكر لدعم سموكم المستمر للحرس الوطني والذي كان له دورا كبيرا في تطور الحرس الوطني على صعيدي الجاهزية والكفاءة العسكرية للحفاظ على أمن مملكتنا الغالية والذوت عن منجزاتها ومكتسباتها الحضارية وعن سلامة مواطنيها تحت ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرتي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه ودمتم يا صاحب السمو برعاية الله سالمين موفقين الفريق الركن رئيس الحرس الوطني محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة وقد بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء برقية شكر جوابية إلى سمو رئيس الحرس الوطني هذا نصها سمو العم العزيز الفريق الركنس شيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة رئيس الحرس الوطني حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلقيت ببالغ الشكر وعظيم الامتنان برقية سموكم الكريمة المهنئة بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتأسيس الحرس الوطني وإنني بهذه المناسبة يسعدني أن أعرب لسموكم ولكافة منتسبي الحرس الوطني عن خالص التهاني والتبركات وأن أشيد بما تبذلونه سموكم من جهود كبيرة ومخلصة أسهمت في تطوير مستوى وجاهزية الحرس الوطني دعينا الله العلي القدير أن يوفق جهودكم التي توالون بذلها في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين القائد الأعلى حفظه الله ورعاه ودمتم سموكم بحفظ الله سالمين موفقين ابنكم سلمان بن حمد آل خليفة وليل عهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء اشتركوا في القناة